السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هو الثالث يوم عيد 1439 هجري 17th June 2018 اليوم الثالث نقام عيد الفتر المبارك 1939 هجرية 2018 ميندية اليوم أنا بزور مكان أحدى خيالاتي الروحانيات اللي هي أنتي قدرية أنتي قدرية نجيب شهدي اليوم أنا بزورهم بزور هذا المكان الجميل الذي أعتقد وأقزم أنه قطعة من الجنة اليوم أنا بزور من الجنة من الجنة من الجنة هذا المكان هو قطعة من الجنة كل شخص فيه وكل إنسان فيه رجل أو امرأة طفل أو شاب عجوز أو كبير يتمتع الآن بصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسن النظر إلى نور وجه الله سبحانه وتعالى ورؤية مقعده من الجنة هذا المكان هو المكان من الجنة كل من هنا يتحبون انا أو انا مع المكان في الجنة يظهر إلى مقرد المنظر المنظر الله سبحانه وتعالى المقادل والسلام محمد صلى الله عليه وسلم ومعهما ومعهما هنا هذا ليس مرحة مرحة هذا ليس مرحة مرحة هذا ليس مرحة هذا المكان ليس مكان للتعذيب أو مكان للألم أو مكان للأسف بل هو مكان وقطعة من الجنة ولا بد أن نتخيل أن ما حولنا من ملائكة وما حولنا من سعادة في وجوه كل هؤلاء الأحياء في هذا المكان هم متمتعون بمقعدهم من الجنة يجب أن نعرف ونحن نعرف أن كل من هنا يستمتعون ونحن نظره ونحن نظره ونحن نظره حاليا ينظرون علينا جميعا ونحن نجيء هنا لكي يروا في سعادة ويروا في حنين إلى قيامة القيامة أننا من هؤلاء الناس الذين يأتون لزيارتهم ومن هؤلاء الناس الذين يأتون لكي يدعوا لهم دون أن يعرفوهم ويدعوا لهم دون أن يكون هناك بيننا وبينهم أي صلة رحم أو أي صلة قرابة أو أي صلة دم those people here when they look at us here coming to pray for them coming to make dua for them so happy for people to visit them they were living on earth like us they were living like us on earth like us they were living like us on earth actually exactly like us but now they are living in another life in another world waiting for the mighty day of judgment when they really will be enjoying themselves with Allah and with the prophets and with everybody علينا أن نتخيل أن هذه القطعة من الجنة اللهم نتخيل أن هذه القطعة من الجنة هنا التي يرقد فيها كل هؤلاء الناس كل هؤلاء الناس بلا استثناء هي قطعة من جنات عدن التي خلقها الله سبحانه وتعالى لمن خلقها لكم بيديه الله لقد قصد قطعة من الجنة تتعالى لكم بسرعة من الجنة هناك تعلم أن هذه القطعة من الجنة هناك ليست تدعم في الجنة من together 透cent زافرا مسك و عمبر تعلم أن بسرعتك في الجنة هناك yكذا من الجنة هناك من جنة أمور خالفون وأمور بالأمور الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لنا الجنة بيديه و جعل فيها كل شيء كما يرى ملى عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ولا يختل على وحده الله سبحانه وتعالى لنا جميعا يمكنهم لا يمكنهم التعقول لا يمكنهم المخلافة التكتور البرنامج الذي عطيت الله لأيكم في كل منكم ولكن لتذهب إلى المنزل كما تتكلمون هناك يجب عليك أن تتكلمون أولاك في الله سبحانه وتعالى لكي ندخل هذه الجنة الجميلة التي يتمتع فيها كل هؤلاء بالعافية والصحة وحسن النظر لوجه الله سبحانه وتعالى وصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم والأنبياء نابد أن نقدم عملنا نابد أن نقدم عملنا لله سبحانه وتعالى لتذهب إلى المنزل لتكون مع ذلك الناس هناك و هناك نجد أن تلقلنا للمنزل لإعافية الله سبحانه وتعالى الله、 المرسلين الله المكوكين الله يحبنون والتي تستسيطة الله سبحانه وتعالى لكي ندخر هذه الجنة لابد أن يكون لنا عمل عمل في الدنيا نعمله عمل في الدنيا نقيمه ونقيمه عمل في الدنيا نخدم به كل الناس ويذهب إلى المنزل و من مجددا نحن ناسم قمنا نحنها للتطور للعلوم للتط oral للسجار والإصبحت لغسرف والcontros بالا Vä過來 والدازة والمكان نشيئ بالداز إلى الدازمة في bullshit في الجنة اجل界 والاختبار في الجنة أيها الأخوة والأخوات من أجمل ما ترون في الجنة زوغتكم وبنتكم سيكون أجمل من حور العين في الجنة إن شاء الله يرى أن تظن سيدين سيدين تكون أكبر من حور العين حتى لو كانت سيدة في الجنة إن شاء الله إذا أحبتك أن تكون سيدة عندما تظن إلى الجنة يرى أن تظنها سيبرع يبرع كما تنظر المرأة المؤمنة من الجنة إلى الأرض فإن نور جمال وجهها سيضيء الأرض بإضياء أقوى من نور الشمس نفسه وهذا هو قيمة الإيمان الله سبحانه وتعالى سوف أعطيكم ما لا تتخيلوا حينما تأتوا إلى هذا المرقد الجميل الذي نتمتع ويتمتع فيه كل من دخل إليه وانقوى إليه بهذه الرؤى وهذه